بفعل العقلية العسكرية المتشابهة بين روسيا وأوكرانيا تغيرت كثيرا لغة السلاح وأدوات الحرب الفتاكة تغيرت منذ انهيار الاتحاد السوفيتي ومن ثم نشوب النزاع الأول في عدم اعتراف موسكو بكييف على صائد سياسي للاحتفاظ بحق استرجاع اتحادها المنهار ومنذ زمن ترنوبل وتخلي ثالث أقوى دولة نووية في العالم عن ترسانتها كانت اوكرانيا ولزالت مفتاح الخوف من عودة ترنوبل ثانية على يد روسيا التي تتهمها اليوم واشنطن بتنفيذ هجوم وهمي على أراضيها لإيجاد مبرر في شن حرب على الاوكرانيين وفي سياق ترسانة الحربية التي تعدها موسكو على حدود نزاع بذريعة التدريبات العسكرية فإن الطريقة البوتينية حاضرة بقوة سواء في الهدنة وكسب الحرب النفسية لدعم الموقف السياسي أو في الجنون الذي يصنع الريبة في كييف والغرب معنا سيما مع تصاعد مؤشرات دخول أطراف دولية على خط الصراع الجاري الكريملين المنزعج من تدخلات واشنطن بتبريرات الحرب والتحذير منها بحدوث مذبحة الروسي في أوكرانيا أو مشاركة دولية تقف مع أوكرانيا وأخرى تقف مع روسيا وقد يصل مستواها لتأثير على الشرق الأوسط والمحيط العربي يجدوا أن واشنطن تحاول إشعال فتيل الصراع الحرب انطلقت بالفعل مع صواريخ ورصاص التجين النفسي على خط النزاع بين الدولتين وهو ما قد يتحول إلى حرب دموية على الأرض في الوقت القريب إذا كانت معلومات واشنطن صحيحة حول نفاذ محاولات التهدئة البيت الأبيض الذي له مسوغ واضح في المعادلة الروسية الأوكرانية سياسيا واقتصاديا يخشى في ذات الوقت استغلال الصين لما قد تقول إليه الأمور من اتساع رقعة المعركة التي ربما ستتجاوز المساحات الحدودية إلى العالمية لكن تقرأ الأحداث المتسارعة أيضا على أنها لعبة بوكا الروسية جديدة بطلها بوتين يتحدى بها اللاعب الغربي على طاولة مشحونة جدا وحرب تكسير عظام تترقب دول العالم ألا تخرج عن السيطرة بين عقليتين كلاهما يملك درسانة ونفوذا دوليا لا يستهن به في جميع الأحوال والنتائج أنا أقوم بعمل سيطرة بين عقليتين سيطرة بين عقليتين اشتركوا في القناة